من الكواليس في قائمة خلاص يعني هيقدمه بكرة بعده بكتير تم تشكيلها بالفعل القائمة برئاسة الصديق العزيز الأستاذ جمال علام ومعاه في العضوية الآتي أولا خالد الدرندلي نائبا خالد الدرندلي اللي هو كان أمين سندوق النادي الآلي داخل في القائمة نائب رئيس اتحاد الكور في العضوية حازم إمام محمد بركات محمد أبو الوفا عامر حسين اللواء حلمي مشهور أحمد دينا الرفاعي ولسه فيه مرشح تاسع لم يستقر عليه واحد يقول لي طب عامر حسين ده موجود في لجنة طبعة أو رابطة أنديت المحترفين عادي ما اتحاد الكورة له عضوين ممثلين في هذه الرابطة وبالتالي واحد منهم ما بعمل حسين ما فيش مشكلة خالف بالعكس ده وجوده في اتحاد الكورة هيعمل تنسيق حلو قوي سوى فيه متعالق ببطولة الكاس اللي هي هتبقى مسؤولية طبعا اتحاد الكورة أو إذا كان هناك تعارض بين بطولات معينة والمنتخبات هيبقى هو يعني خط الربط إذن هذه القائمة تم تسريبها وعالباركة وعالباركة اللي ينجح حشان ما حدش يبسك عليها الكلمة دي بس طبعا واضح أن القائمة دي تمام يعني لكن ربما يكون هناك قائمة أخرى أو قائمتين أو تلاتة الله أعلم لكن يعني الآية القليلة قدمة ستظهر لنا الأمور